تواصل الميليشيات الحوثية عدائها مع أساتثة الجامعات في اليمن منذ سيدرتها على العاصمة صنعاء آخر العام 2014 حيث أطلقت يدها للنيل منهم سواء عن ضريق الخطف والاعتقال أو الفصل من الوظيفة أو السجن والمحاكمات غير القانونية فضلا عن تهجير المئات إلى خارج البلاد ولعل آخر ضحايا الانتهاكات الحوثية في الوسط الأكاديمي ولن تكون الأخيرة حين أقدمت عناصرها في التاسع من سبتمبر الجارية على اختضاف الدكتور عدنان عبدالقادر الشرجبي عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة صنعاء وأستاذ علم النفس واكتياده إلى مكان مجهول قبل أن تقوم باكتحام مسكنه ومصادرة حاسوبه الشخصي تقارير أكاديمية كشفت عن فصل الميليشيات الحوثية لأكثر من ثمانمائة أستاذ جامعي من أعمالهم وتعيين عناصر من الموالين لها بهدف تغيير الهوية الوطنية من خلال تكريس الفكر الإيراني فيما هاجر ما لا يقل عن 1500 أكاديمي من اليمن وتركوها نتيجة القبض الحوثية وتردي أوضاعهم المعيشية بسبب القمع والتضييق على الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي وإيقاف صرف المرتبات وفي يوليو من العام الماضي حكمت المحكمة الجزائية الحوثية بالإعدام على الدكتور يوسف البواب من ضمن محكومين آخرين بينهم طلاب ومعلمون وناشدون وسياسيون وجهت لهم تهما كيدية وكانت جماعة الحوثي قد اختضفت مجموعة من أساديثة جامعة صنعاء كانوا في طريقهم إلى مدينة عدن لتسلم مرتباتهم إذ تم إخضاعهم لاعتقال دام أيام وتعرضوا خلالها لتحقيقات مكثفة وأجبروهم على العودة إلى صنعاء دون استلام مرتباتهم التي حرمتهم منها لأكثر من أربع سنوات وبحسب مراقبين فإن ما يحدث في جامعة صنعاء يؤكد أن المجتمع الأكاديمي في مناطق الحوثي يتعرض لكارثة حقيقية منذ أن سيدرت الميليشيات على مسار الدولة بضريقة تحاكي التجربة الإيرانية ونقل ثقافة الموت إلى واقع المجتمع اليمني وتشجيد مفاهيم العنصرية والسولانية والكراهية التي تعيد اليمن إلى الوراء وتستعيد الإمامة من جديد